ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أنس صبار لافت ما ذكرته وكالة بلومبرغ حول الخطط ما بعد حماس هل فعلا الإدارة الأمريكية بدأت تفكر في هذه المرحلة؟ المؤكد أن الإدارة الأمريكية سألت الإسرائيليين منذ بداية هذه الأزمة عن خططها ما بعد هذه الحرب وإسرائيل التي أعلنت في بداية هذه الأزمة بأن من ضمن خططها القضاء على حركة حماس تراجعت التصريحات حتى بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين في بعض الأحيان ليصبح الحديث عن تكبيل قدرات حماس أو القضاء على قدرات حماس للحكم في قطاع غزة وبالتالي هو جولة أخرى من التكاهنات بشأن مستقبل قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية في القطاع برية وجوية وحتى بحرية هذه التكاهنات تأتي في سياق في كثير من الأحيان يحاول الأمريكيون أن يقدمه للإسرائيليين وربما للمجتمع الدولي لتوضيح أن هناك خطة وأن هناك أهداف لدى إسرائيل وهي التي قالت في بداية هذه الأزمة أن الأمر متروك ليبحث لاحقا وحتى الآن لم يتم التصريح بشأن كيفية إدارة هذه الأزمة في نهايتها أو حتى الأهداف التي بالإمكان تحقيقها بعد أن قال الإسرائيليون أنهم يهدفون القضاء على حركة حماس بشكل كامل خرجت أصوات لتقول بأن هذا أمر غير قابل للتحقيق وبالتالي على إسرائيل أن تتحدث عن أمور قابلة للتحقيق وأهداف تكون واقعية ثم جاءت بعد ذلك التصريحات التي تتحدث عن القضاء على قدرات حماس على الحكم والآن الحديث عن مستقبل القطاع وهو أمر ملح بالنظر إلى أن إدارة بايدن تحاول قدر الإمكان على أقل في الوقت الراهن أن تقلل من بشاعة الصور التي تأتي من قطاع غزة للجمهور الأمريكي من بشاعة المجازر التي ترتكب في قطاع غزة وأيضا أن تبرر ذلك بأن تزاوج بين الدعم لإسرائيل وتقديم المساعدات الإنسانية فيما يبدو وفقا لبعض المعلقين هروبا إلى الأمام وكأن إدارة بايدن تحاول أن تقول لنبحث ماذا بعد ذلك في محاولة لتجنب ما الذي يجري الآن على الأرض في أكثر من مناسبة سئل الأمريكيون عن نظرتهم إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيتها أنتوني بلينكين بأن الحل الأمثل لهذا الصراع هو حل الدولتين لكن كثر أيضا يسألون كيف كانت تعمل إدارة بايدن لتحقيق هذا الحل وهي التي بقيت عالقة في مرحلة تحسين أو تهيئة الظروف لإجراء مفاوضات مباشرة ولم تتجاوز هذه المرحلة إلا أن قالت في كثير من الأحيان إنها تسعى لتحقيق ظروف متساوية من الأمن والاستقرار والسلام والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين الأمر لم يتجاوز ذلك وشاهدنا كيف تدهرت الأمور بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر لكن بكل الأحوال أنتوني بلينكين سيسافر إلى المنطقة يوم الجمعة سيصل إلى إسرائيل وبعد ذلك سيزور محطات أخرى لم تحددها الخارجية الأمريكية حتى الآن وإن تبدو إلى حد ما قابل للتنبؤ من قبيل مصر الدوحة وربما عواصم أخرى لكن هناك أيضا بالتزامر رسالة من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ تطالب قطر بالتحرك للضغط على حركة حماس للإفراج عن المزيد من المحتجزين وهذه جهود كلها تبذل في إطار واحد وبطريقة أو بأخرى تصب في طبيعة الحل المتصور في قطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية أنس الولايات المتحدة الأمريكية تفكر فيما بعد حماس ولكن هي إلى أي حد تفكر الآن في إمكانية توسع هذا الصراع في المنطقة الحوثيون باتوا مصدر تهديد كبير هناك إمكانية لفتح جبهة الجنوب لحزب الله يعني ألا يبدو أنه أمريكا يمكن أن تركز على خفض وطيرة الحرب في قطاع غزة وليس ما بعد حماس هل يبدو هذا الشعور موجود الآن؟ هو موجود والتفكير ينطلق من سياقين الأول الولايات المتحدة غير معنية في توسع هذا الصراع لأنها تعتقد أنه سيعني إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى هناك وكما يعلم الجميع الرؤساء الأمريكيون جزء من حملتهم الانتخابية بات شعارا معروفا هو عدم إدخال الولايات المتحدة في المزيد من الحروب بل الانسحاب من هذه الحروب كما فعلت الولايات المتحدة في أفغانستان لكن الآن توسع هذا الصراع إذا كان هذا الأمر سيحدث فالأمريكيون كانوا قد حذروا من هذا الأمر في أكثر من مناسبة في آخر هذه المناسبات بخلاف التصريحات اليومية للمسؤولين أو المتحدثين كانت نائبة الرئيس الأمريكي كما ذا هاريس التي قالت إنها تقول لكل من يرغبون في الدخول في هذا الصراع لا تفعلوا فقط واكتفت بهذه الكلمة وكأنها تهدد أي دولة أو أي كيان أو أي جهة تحاول أن تدخل في هذا الصراع هذا السياق الأول السياق الثاني يتعلق بأن هناك الكثير من الهجمات التي شهدناها على قواعد أمريكية على قواعد للجيش الأمريكي في المنطقة وفقا للبنتاجون منذ السابع عشر من أكتوبر الجاري هناك سبعة وعشرين هجوما تم تنفيذها ضد قواعد أمريكية هذه الهجمات تم الرد عليها من خلال ما شهدناه خلال الأسبوع الماضي باستهداف مباشر قالت الولايات المتحدة أنه استهدف منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا بخلاف ذلك الأمريكيون يقولون أنهم لا يريدون لهذا الصراع أن يتوسع ليصبح إقليميا وفي الوقت ذاته يقولون أنهم يعززون قدراتهم في الشرق الأوسط من خلال إرسال المزيد من القوات الحاملات الطائرات وأيضا أنظمة الدفاع الجوي من قبيل ثاد وباتريوت وبالتالي هم لا يرغبون في أن يتصاعد هذا الصراع وفقا لتصريحاتهم وبالتالي يحاولون أن يجعلوا هذا الصراع محصورا في قطاع غزة شكرا جزيلا لك مراسلنا أنس الصبار من واشنطن